سيدة تعترف بخيانة زوجها في الجيزة حيال الأربع مش من صلبه كل واحد من راجل أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين جريمة مقتملة الأرقان أبت خلالها سيدة على أن لا تترك خطيئة إلا وارتكبتها دون أن تصون من اقتمنها على أرضه وشرفه ليكتشف أطام القبرى بعد سنوات من الزواج وأن أولاده ليسوا من صلبه داخل قسم شرطة بقطاع الجيزة دخل رجل إلى الضابط المسؤول عايز أعمل بلاغ في مراتي طلقت خينة ليستحبه شرطي إلى وحدة المباحث قص الرجل المكلوم مأساته مش عارف أقول إيه ولا إيه عيال الأربعة مطلعوش من صلبي شريحا أنه شك في سلوك زوجته وأن أطفاله ليسوا من صلبه حاول رئيس مباحث قطاع الشمال تهديئة الرجل مع التأكيد على اللي بتقوله ده مسهل عارف معنى إيه ليقضع الأطفال إلى الفحص الطبي تحليل البصمة الورصية دي إني إيه ويتحول الشك يقينا مع سبوت الحقيقة انطلقات مأمورية من القسم استهدافة الزوجة وأمكن ضبطها تحت إشراف مفتش مباحث فرقة إبابا والمونيرة لتدلي سيدة الجيزة بتصريح صادم كل واحد فيهم من راجل وتم تحرير المحضر اللازم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وطلبت عرض المؤتهمة على الطب الشرعي